في منتصف مايولي عام 2016 أطلق تنظيم داعش الإرهابي إشارة البدء لذئابه المنفردة لتنشر وحشيتها في العمق الأوروبي والأمريكي هربا من تضييق الخناق عليه في سوريا والعراق ومنذ ذلك التاريخ لم تتوقف ذئاب داعش المنفردة عن نهش قلوب الضحايا بالتفجير تارة والدهس تارة أخرى لكن كيف استقطب داعش هؤلاء وتبنى عملياتهم معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى نشر تقريرا جاء فيه أن هناك نوعين من الذئاب المنفردة الأول تقوده دوافع نفسية فيقرر الانتقام من محيطه من جهة والبحث عن الشهرة من جهة أخرى أما النوع الثاني فهو الأكثر خطورة وانتشارا وله توجهات عقائدية أو أيديولوجية أو قومية هؤلاء الشباب يبدأ الفرد منهم بالتفتيش عبر الإنترنت عن شيء يقربه من جذوره التي انسلخ منها فيجده في المواقع المتطرفة التي تجيد فن الاستقطاب هذه الذئاب المنفردة تقتل وتفجر ثم تقتل أو تعتقل وبعد ذلك يعلن داعش مسؤوليته عن تنفيذ العملية وربما دون أن يعرف هؤلاء الأشخاص ترجمة نانسي قنقر